موسيقى مساء الخير بحلقة جديدة واليوم تنين شو بالبلد متل كل تنين وخميس للعشرة عبر قناة مساوى الفضائية مجموعة من المواضيع بالانتظار لهذا المساء رح نتناولها نحكي فيها ونتوسع بكتير تفاصيل متعلقة بهاي المواضيع إلى الموضوع الأول وهالموضوع يلي كان حاضر وبقوة بكل مكان في نهاية الأسبوع المنصرم عم بحكي عن البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء البلاك فرايدي يلي عمل ضج كتير كبير بكل مكان عالميا ومحليا وطبعا أبرز الفعاليات اللي كان طلق منها البلاك فرايدي كان بالولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنه تهافت ألاف الأمريكيين على الأسواق والمحلات التجارية هذا كله من أجل الحصول على البضائع الخاضعة لتخفضات ما يعرف بالجمعة السوداء وطبعا بالعالم العربي سموها الجمعة البيضاء وطبعا وصلت بعض التخفضات إلى تسعين بالمية الموضوع يلي عمل المنافس كتير قوي تصل في بعض الأحيان إلى الشجارات اللي اندلعت في بعض المجمعات التجارية في أمريكا وطبعا كان هناك عدد من نجمات السوشال ميديا الغربيات يلي كانوا يعطوا تعليمات هيك للسيدات والنساء كيف إن كان يوصلوا المجمعات التجارية بحيث أنه طلبوا منهن أنه يرتدوا أحذي رياضي يوكلوا كتير منيح قبل الدخول إلى المتجر يحددوا أهدافهم اللي رايحين عشانها إلى المتاجر يستعدوا بشكل نفسي وشكل جسدي بطبعا كل هذا بصورة بتشبه الاستعداد إلى معركة والمعركة هي من أجل الحصول على البضائع بأرخص الأسعار وإحنا عم نشوف فعلا هيك الصور عم توصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة من المتاجر عم نشوف كيف الأشخاص عم تتدافع إلى داخل الحوانيط وهناك مجموعة كبيرة من الأشخاص يلي كانوا قبل بليلي من افتتاح البلاك فرايدي موجودين أو نايمين بالأحرى على مداخل المتاجر والحوانيط من أجل أنهن يدخلوا بشكل أسرع ويحصلوا على كل الأمور اللي بدن إياها بأسعار مخفضة وطبعا هاي المشاهد يلي كانت بأمريكا المشاهد عندنا ما كانت أفضل فقرانا ومدننا العربية بأغلبيتها الصاحقة كان فيها أزمة سير خانقة جدا المجمعات التجارية كانت مليانة مجموعة كبيرة من الأشخاص توجهوا إلى المتاجر من أجل الحصول على التنزيلات في البلاك فرايدي ولكن انتباعات عديدة من الأشخاص وصلت أنه ما كان في شي بستاهل الخروج إلى المجمعات التجارية ومحاولة الحصول على هيئة التنزيلات لأنه بطبيعة الحالة هنا في البلاد ما ممكن توصل التخفضات مثل ما يعمل عليها بالولايات المتحدة الأمريكية واستطعنا أنه نسمي نهاية هذا الأسبوع نهاية أسبوع سوداء بامتياز بسبب هوس البلاك فرايدي وطبعا هذا الموضوع ما بيصير أنه ما نتطرق لإله ونحكي بكل تفاصيله وبالأخص أنه كمان اليوم إحنا اليوم التنين هذا اسمه سايبر مندي شو يعني سايبر مندي وهل هو شبيه بالبلاك فرايدي كل هاي التفاصيل راح نعرفها مع الصديقة وخبيرة التخطيط الاقتصادي يريم خلف أهلا وسهلا فيك يريم أهلا فرايدي شفتي هيك المشاهد اللي وصلت من أمريكا انتباعك علي شفتي أول شيء البلاك فرايدي كل سنة كل يوم هو اليوم المباشر أو اللي بيبتلي وبيتلي وورا عيد الشكر اللي بعيده في أمريكا اللي بيجي كل يوم خميس الرابع من كل شهر نوفمبر السنة كان في 23-11 فالبلاك فرايدي كان في 24-11 يوم اللي وورا وهو عبارة عن يوم اللي بيعلنه فيه بدء المشتريات للكريسمس الناس تبدو تحضر الهدايا للأعياد الميلادية فإشي موجود بأمريكا من سنين نحكيه من مئات سنين أصلت الاسم اختلف يعني اختلف مع مرة للزمان بالأساس البلاك فرايدي إجا والأسود إنه السواد إنه بدل على شقوم وإشي صعب طبعا سلبي إجا من تسمية إنه في الولايات المتحدة كان فيه أزمة اقتصادية وحتى ينعنشوه الوضع فقالوا نعمل تنزيلات تخفيضات لأدهال عشان نخلي الناس تشتري وهيك إحنا بننعش الوضع الاقتصادي في أمريكا فلهيك سموه اليوم الجمعة الأسود ولكن اللي صار مع مرة الزمان حكيت عن أزمة السير اللي كانت في البلاد كان فيه ولاية معينة في فلادلفيا كان دايما بعد الثانكس جيفنج يكون فيه أزمة سير يوم الجمعة لوراها فكانوا هلقد متعصبنين فسموه أسود بس ما فكرش عنهم بالبلاد عشان عيد الشكر يعني كانت بسبب لأسباب عديد يعني دايما موجودة والتسمية الأخيرة اللي هاي في السنوات الأخيرة عم بيستعملوها أو عم بنسبوها لإلها لمصطلح من عالم الحسابات هو اسمه إن دا بلاك القصد أنه لما أنت بتسجل من ناعة الحسابات كل الدخل والأرباح بتبعوه بالحبر الأسود وإذا أنت بتطبع المصاريف والخسارة بتطبعه في الحبر الأحمر فإن دا بلاك هو اليوم اللي بيأشر أو ضعتي مؤشر أنه في هذا النهار كل المصالح هي بتكون خسرانة بهذا النهار بسبب المبيعات الكبيرة هي بتتحول لدخل وربح فهو هاي تسمي إن دا بلاك فسموه بلاك فرايدي هلا فإذا هاي هكا نبذي تاريخية عن البلاك فرايدي ذكرت ريم هكا بالمقدمة إنه بالولايات المتحدة الأمريكية هناك البلاك فرايدي هو فعلا يوم تنزيلات كتير ضخمة اللي بتوصل لتسعين بالمية أحيانا والأمر هذا اللي بدفع كل الأشخاص اللي شفناها إنها تتوجه للمتاجر السؤال قديش فعلا هون عنا بالبلاد البلاك فرايدي هو يعني فعلا بقدم هاي التخفضات هو الأدي بستاهل إنه نعمل كل هاي العجاء في كل البلاد كل البلاد في كل العالم تبنوا هذا النهار وهو كل نوع من تخفضات أو تنزيلات عامة بتكون بالمتاجر بكل أنواع البضائع وقت البيع اللي انتو ما شفت فرجتوه بالتقرير هو تهافت على الشبكات الأونلاين يعني شفت فرجتوه الناس اللي رايحة عن متجر بإجرها دا تشتري ولكن السنة والسنوات الأخيرة بسبب كل التقدم التكنولوجي اللي ما شفناه هو كم واحد كبس كليك إنه بدي أشتري على الإنترنت واللي هو عم بيكون تقريبا بالبلاك فرايدي بالأسبوع الأخير حنا نحكي البلاك فرايدي اليوم هو السايبر مندي عادة بالسنة الأخيرة وصل لخمسة ونص مليار دولار مشتريات بالولايات المتحدة عبر الشبكات الألكترونية المعظمها كانت عن طريق الأونلاين اللي هي من الهاتف الذكي تبعك أو من الكمبيوتر في البيت وانت في البيت كنتش بحاجة لا تسافر ولا تتعلى بحركة سير ولا تتشجر مع أي حدا من بيتك كنت تقدر تشتري وهذا اللي عم بيصير اليوم فادي احنا ذكرنا البلاك فرايدي ذكرنا سايبر مندي ولكن جهر 11 وشهر مليء بالتنزيلات الأونلاين كان فيه نهار 11-11 اسمه سينجلز داي الصين طلعوا كمان تاريخ فيه منافسة بين أمريكا وبين الصين بكل هاي الأمور ففي 11-11 كان بمواقع التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا علي إكسبرس تمشي البيع مبيعات بهذا النهار بنهار 24 ساعة بقيمة 25 مليار دولار بيوم واحد يوم واحد بـ 11-11 بربع الساعة الأولى اشتروا ناس اشتروا على الأونلاين كلها بكبسات اشتروا بقيمة بربع الساعة الأولى اشتروا بقيمة 5 مليار دولار اللي في أمريكا اشترواها في يومين سؤال ريم اليوم هوس الشراء عبر التطبيقات المختلفة والمواقع الألكترونيين المختلفة هو موجود اليوم وحتى صار بشكل كتير مبالغ فيه بكل مكان يعني أبرز المقتنيات اللي اليوم المستهلك بيدور عليها بالشبكات الإلكترونية شو مكان فادي شو مكان حط المصاصل الولد الصغير صار يشتروها على الإنترنت اليوم أنا ما بشوفه هوس أنا اليوم بشوفه أكتر يعني في عندك إمكانية انت هون عم بتوفرها حالك وقت انت فيش حاجة لا تلبس ولا تدور السيارة ولا تعلق بعز متسير ولا تدور على المصفة للسيارة ولا توقف الدور عشان تدفع انت عم بتوفرها حالك وقت انت عم بتوفرها حالك مصاري عادة لو ما بتشتري عن طريق الأونلاين فالتكلفة للمتجر هي أقل من تكلفة متجر عادي اللي هو بدي يجيب البضاعة بدي يستأجر محال بدي يستأجر ناس اللي تبيع فالتكلفة تبعته بتكون أقل ولا هيك السعر أنا بقدر أشتري عن طريق المتاجر الإلكتروني هو أقل في سؤال مهم فأنا بوفرها حالي مرتين وقت ومصاري يعني انت حكيت عن قضية التوفير إذا حكيت عن توفير المصاري ما أنتو فعلا فيه توفير مثل ما الكل بفكر ولكن كتير فيه فكرة سائدة حول المقتنيات اللي بنحصل عليها من الشبكات الإلكترونية على أنه دائما فيه خوف من أنه كيف بده يوصل المنتوج مرات بالصورة بنشوفه بشكل على أرض الواقع هو مختلف تماما السؤال الجودي بالأخص إعنا بالمجتمعات الشرقية إذا ما مسكت بإيدك المنتوج سؤال قد تقدر تقامن فيه صحيح في نقاس اللي بعدهم لازم يمسكوا المنتوج لازم يشوفوه لازم يحسوه تنشتروه لكن جي لليوم وجي لليوم اللي بقصد فيه أولاد العشر سنين اتنعشر سنة اليوم بطل يهمهم يلمسوا الإشي يعني اليوم طلب الأولاد من الأهالف هذه غالبية الأولاد والأطفال وعم بيكون عن طريق الإي باي الأمازون من هناك عم بيشتروا الأولاد مش عم بيشتروا من الدكاكين الحوالين إلا أنا مش عارف أفوت هاي التقافي فالجيل اليوم هو جيل تكنولوجيا وعاش خلق بالتكنولوجيا عايش التكنولوجيا ولهيك الطلب عم بيزيد بهاي الأمور بالتسعين في المئة المشتريات بـ 11-11 بالسنجلز ديك كان عن طريق الأونلاين ما كانوش عن طريق المتاجر يعني الناس ما راحتش عن المتجر عشان تشتري كانت بس عن طريق كليك على الهاتف الذكي أو عطري الكمبيوتر في البيت اليوم السايبرمنده هو كمان يوم يتيح تخفضات عبر الشبكات الإلكترونية مش كتير ناس بتعرف عنها اليوم ريم مجرد واحد سمى الاسم مثل ما قلنا الجمعة بعد التانكس جيفنج فقاله يوم اتنين بعد التانكس جيفنج ممكن أنت كمان تسمي فادي داي على فكرة وتخترق أن هذا النهار فيه تخفضات معينة تخفضات هائلة مثل ما كان فيه تنزلات لما نحكي عن التجارة العادية اللي احنا متعودين عليها يعني فيه دكاكين هاي دكاكين تعرض تنزلات آخر الموسم فاليوم صارت تنزلات عن طريق الانلاين اللي هي كل واحد ممكن أي يوم يطق على باله ويعملوا فبيصير هذا النهار اللي اشي صار الأدي منفتح على كل العالم بس أنبه لشالي وانت حكيت لي على التوفير قصة الإرساليات بيتكلف مصاري فإحنا لازم ننتبه كمان مش بس على سعر سلعة اللي احنا منشوفها مش ما ننتبهش بس ما نركزش على نسبة التنزيل لأنه نسبة التنزيل بتقولش إشي مرات كتير بيستغلوا أصحاب المتاجر وبالذات المتاجر الحقيقية مش الانلاين أنه هنا برفع السعر يوم قبل برفع السعر الأصلي برفع السعر الأصلي يوم قبل وبعملوا تنزيل فكأنه أنا شريها شريها بتنزيل 70% بس بالحقيقة أنا دافع عليها مبلغ الميحة بني نحكي عن هذا الموضوع وكيفية استغلال هاي الأسعار وكيف بإمكاننا يعني نعرف إذا هذا الخصم بستاهل أو بستاهلش بعد شوية لكن نطلع نشوف تقرير عددنا متعلق بالبلاك فرايدي ونرجع لنكمل الحوار يوم التنزيلات الضخم أو كما يعرف بالبلاك فرايدي أصبح نهج متبع في وسطنا العربي تأتي أصوله من دول الغرب ويصادف فترة الأعياد حيث يهدفوا إلى إعتاحة المشتريات بأسعار رخيصة جدا وفرصة تكونوا في يوم واحد من السنة البلاك فرايدي هو فعلا الفرصة اللي هي الواحد يطلع يعمل شوپنج بأرخص بكتير ليه لأنه أول إشي أجت بفترة اللي هي فترة عياد الفترة اللي كمان اللي طائس عم بتغير عم بيصير شتوية والناس الواي بدها إشياء جديدة والسيل أجاب وقته بين مؤيدن ومعارض للبلاك فرايدي اختلفت الآراء في تقبله أو الانزعاج منه أنا أكيد بفضل أنه يكون في بلاك فرايدي يكون في يوم تنزلات يطلع لكل زبون بحق لكل زبون يأخذ هيك يوم أنا حسب رأيي الشخصي بشرط أنه يكون في مصداقية بهذا العيد كتير كان الإشي مزعج من ناحية حركة سير وفيش تنظيم حتى إذا بدي يعني لدرجة غير متوقعة يعني حتى إذا بدي كنت أشتري هدية لشخص اللي كان عندي مناسبة كنت بفضل أجل الإشي ولا أن أطلع بهذا اليوم أشتري ما يتفق عليه الجميع هو زحمة السير الخانقة التي صدفت هذا اليوم ولكن منهم من شدد أن فكرة البلاك فرايدي هي فكرة عظيمة وناجعة التي من الممكن أن تسهل أعباء المشتريات في ظل المشاكل الاقتصادية فإذا نهاي أجواء البلاك فرايدي وسمعنا هيك رأي مجموعة من الأشخاص ونكمل الحديث مع ريم يعني ريم سمعنا أراء هيك مختلفة في أشخاص اللي حكوا أنه هي فرصة لأنه نعمل شوپنج بأسعار رخيصة في هيك يعني الصبي الأخير اللي طلت بالفيديو حكت أنه لأ كان كتير مزعج كل قضية السير مش كتير كانت تتفضل أنها تنزل بهذا اليوم في شخص حكى أنه مش كتير فاهم هاي التخفضات وقدش هي فعلا تخفضات حققية تعمل بلا شك فيهم وحدي وحدي الصبي اللي قالت أنه هاي فرصة لشوپنج بأسعار رخيصة ممكن يكون ببعض الأشياء الصبي اللي حكت بمكان ملابس ملابس فحكت عن الفترة أنه إحنا من نغير السعادية فترة انتقالية ولكن ممكن ممكن وتمسكنيش بالكلمة ممكن أنه بآخر الموسم الأسعار تكون أقل من شو عرضوا بي في البلاك فرايدي فممكن نستنى شوية صغيرة ونشتري بأسعار كمان أقل من هيك فأنه نشتري أواعب 20% 30% أقل ممكن بنهاية الموسم تكون بـ 50% وحتى أكتر فالسؤال بقديش عرضوها وكما مرة ننتبه تستعملوا النسبة بقولوا لك حد 70% لا حد 50% بس بالحقيقة لازم يطلع على السعر مش على التنزيل نفسه مش عن نسبة الشاب اللي كان موجود نعلى بالتقرير حكى أنه هو مش عارف لأي مدى فعلا هاي التنزيلات بتستاهل أو هاي التنزيلات حقيقية أو تستحق أنه نلتفت لإلها أقول لك شغلة كتير صريحة وأنا دائما بحكيها أنه قداش إحنا ممكن ننزل مصاريفنا بيكون منيح فإذا أنا بحاجة لشغلة معين أنا عارف أنا بحاجة لقطع معينة وتكلفتها هي هاي بالمعتاد وبهذا النهار عرضوها بتنزيل منيح أوكي ببيعي 30% 40% لش لا أنه أشتريها بتنزيل منخفض فأنا بكون عملت الإشي لصالحي وطبعا الإشي كان خفف للمصاريف تبعتي ولكن غالبية الناس اللي بمشتريات عم بتكون مشتريات عاطفية أنت عملت التقرير بالبلاك فرايدي صح اليوم أنا كنت بمجمع تجاري بواحدة من المدن وأقول لك الصراحة اللي شفته بواحد المتاجر الكبيرة اللي كان عارض تنزيل بـ 11-11 الدور اللي كان اليوم على على الدفاع كان ترجيع أغراض اشتروها بـ 11-11 أوكي الناس اشترت فراحت مغريات تنزيلات فراحت اشترت بكميات واليوم عم بيرجوا هاي الأغراض برجوها ما عم بأخدوا مصاري إبالها عم بأخدوا ورقة أنه معك إمكانية تشتري بهذا المبلغ لسنتين ايش عملنا في هذا الاشي؟ احنا زدنا على حالنا مصرفات ما خففناها فلازم نعمل نكون أدكياء بمشتريات تبعتنا مش مشتريات عاطفية مهم هذا مصطلح مشتريات عاطفية مهم جدا وأغلبنا هيك نعتمد يمكن مرات مشتريات العاطفية نكون مكتقبين نطلعنا مع المشتريات منشوف إنه فيه 70% منقول إنه لازم حتى لو بدناش منطلعنا مع المشتريات فأكيد بعد بعد هكي قرار عاطفة أكيد مش رح يبقى معنا مصاري أكيد مش رح يبقى معنا مصاري وعشان نحكس الطريقة والصورة كيف إحنا منعمل المشتريات تبعتنا لازم نعمل إدارة لأمورنا المالية وناخد قراراتنا بهمش يكون عاطفية بس يكون كمان قبالها دراسة معينة هل ميزانية بتسمح لإلي إنه أشتري هالكمية من الملابس هل ميزانية بتسمح لي إنه أشتري الفترة الفترة الانتقالية بألفين شكل ولا بتسمح لي أشتري بخمسمية إذا إحنا مش رايحين عن مشتريات مع هذا الجواب إحنا عم نقذ ميزانيتنا مش عم نساعدنا يعني أنت بتقول اليوم لما أي شخص بقرر يطلع على يوم مشتريات يكون مخطط من قبل الطلعة شو بده يشتري شو الميزانية اللي حاطتها بس نرجع منقوله إنه فيه بالطريق مغريات ريم يعني اليوم على سبيل المثال أنا طالع حاطت عندي ميزانية بدي أشتري بانطلون وبلوزي وبوت وبالطريق شفت إنه لأ يعني في عندي بانطلونين بحق بانطلون أنا عارف بلوزتين إذا بزيت كمان ميت شاكل ممكن يطلع يعني حيصار المشتريات عاطفية إذا هي تخطط حاجتي حاجتي بانطلون واحد فالبانطلونين تخطط الحاجة تباتي تخطط ممكن استعمالي أنا مش عمي استعمال اثنين كان أنا في كتير أشخاص اللي اشتروهن لوقت اللزوم يعني بلزم خلي يكون عني بالخزاني خلي يكون عني بالبيت نرجع لقضية المغريات ريم يعني في قضية اللعب اللعب على مشاعرنا وعلى عواطفنا فلهك حكات لازم نكون مشتريات ذكية مش احنا نكون لقاتكياء بمشترياتنا مش مشتريات عاطفية وهذا الاشي عشان نمنعه احنا بحاجة نكون طالعين للمشتريات مش طالعين كمان طالعين على الكبسي على الانلاين احنا كتير عم نشتري عن طريق الانترنت اليوم فالقرار عم بيكون أسرع يعني مش عم باخد معي ساعتين طالعين أقرر عم باخد معي خمس دايق بالماكسيموم انه أقرر أشتري يوم أشتريش فقراري الشراء لازم يجي بعد ما أكون سألي نفسي أسئلي هل أنا بحاجة لهذا الغرض هل رح أستعمله أو لا هل بيستحق أن أشتري هذا السعر نفسه هل فيحص محل تاني إذا السعر هذا هو أرخص سعر ولا في أسعار تاني أو محلات تانية ممكن تعرض علي بأقل إذا أنا جوابت على حالي على واحد من دول أسئل لأنه لا فقراري الشراء رح يكون عاطفي مش دكي حلو موضوع نهاية الموسم وتخفضات نهاية الموسم يعني إحنا بلاك فرايدي هاي بداية موسم الشتاء مهما عملوا تنزلات نهاية الموسم بتظلها لإلنا أرباح عن جد يعني من فتعة كتير أنا بدي أحكي عن تجربتي أنا بشكل شخصي بفتعة لكتير محلات ومتاجر إن كانت لأواعي إن كانت لأواعي إن كانت لأواعي أي شيء ببداية الموسم بيكون عليها تخفضة 30% بتكون واصلة لتعنقل 300 شيك على سبيل المثال نفس الإطعة إذا أشوفها بنهاية الموسم تكون 70 شيك كريم فعلى هيك حكيت بالملابس مش دايما بلاك فرايدي والبعرض للأسعار المغرية والبحاجة نروح نشتري ونغير كل الفترة الانتقالية بالبلاك فرايدي فممكن نستنع لنهاية الموسم نشتريها عملية الفحص الأسعار وين تكون أرخص ما حكيناش على شغلة اللي هي كمان لما بنشتري أونلاين ونشتري من خارج البلاد يعني اليوم بقدر أشتري من الصين من أمريكا من وين ما بدي في عندي دفعات اللي أنا بدفعها الإرسالية للبلاد في عندي درائب اللي لازم أدفعها حسنا هذا هو من شوي هيك قبل ما ندخل على التصوير أحد الزملاء عنا هنا كان يحكي لأنه هو شرى عن طريق ال ال انترنت أونلاين وتفاجأ أنه لما وصلوا الموضوع اللي طلبوا دفع لضريبة ضريبة جمرك في عدة درائب في دريبة القيم المضافي اللي 17% طبعا حسب قيمة السلعة اللي أنا اشتريت وحسب نوعة في قائمة كتير طويلة اللي بمفصلة إذا أنا بشتري لحد قيمة لحد 75 دولار فأنا مع فيه من هاي الضرائب في عندي ضريبة الشراء في عندي ضريبة القيم المضافي وفي عندي ضريبة الجمرك ولكن إذا اشتريت سلعة أو المشتريات تبعتي كانت بين 75 دولار لحد 500 دولار فأنا مع فيه من الجمرك ولكن أنا بدفع عليها بدفع ضريبة للقيم المضافي وممكن أدفع ضريبة شراء حسب نوع السلعة اللي أنا اشتريتها إذا اشتريت فوق ال500 دولار فأنا بدفعهم كلنا دول حسب كما مرة نوع السلعة اللي اشتريتها فبحاجة كمان ينزل 200 دولار بس قابلها أنا بدأ أدفع ضريبة وجمرك فكان أفضل يمكن أشريها من البلاد يكون في عندي كفالة عليها يكون في عندي طرف اللي أنا أتوجه ليلة وأخذ منه خدمات معين خلال السنة بداش مهم هاي التفاصيل اللي بتحكي فيها ريب لأنه بفكر عن جد غايد عن كتير أشخاص كتير بغرنة كل موضوع أنه بشوف السعر الرخيص فبالأخص بالأونلاين هاي بتصير إنه شفت هذا هاي الإطعاب بإكس دولار أو بهذا فدغري بروح شاريها بروح دغري مفوت لكريدت كارد وما بشوف حال لأنه أنا صرت شاريها فبس لما توصل بتفاجأ إنه فعلا فيه كتير 600 نوع ضريبة لازم أدفعه من أجل أن أحصل على ببعنك دكارت كمان لكريدت كارد ففي يعني كل موضوع سرقة المعلومات يعني احنا بنحط الكريدت كارد تبعتنا عن مواقع اللي كتار كمان مش عم بيفحصوا قداش الموقع هذا آمن ومشفر اللي أنا قدر أحط الرقم الكريدت كارد عليه الكريدت كارد كمان هي اللي عم بتفوت الناس لأزمات يعني الكريدت كارد تعطيك الإمكانية ما بتشتري بدون ما تعمل حساب قداش في عندك في البنك رصيد لحتى اللي يكفي أو يغطي كل هاي المشتريات اللي عملتها على الكريدت كارد ففيهون أشياء اللي بحاجة كمان نخدها بعن الاعتبار مش مش بسرعة نكبسها اللي كلك انه آه والله سعر رخيص 30% 40% 50% تنزيل فيه أشياء تانية بحاجة مهمة نحن نعطيها كمان تفكيرنا من تفكيرنا ممكن نخصر أو نخفف شوية صغيرة من عمليات سرقة المعلومات للكريدت كارد لأنه الهاكرز كانوا كيفين بها فترة فعلا وكان فيه لقطوا مجموعة من الهاكرز اللي فاتوا على الاليكس بريس اللي سرقوا ملايين من الأرقام للكريدت كارد للناس اللي استعملوها كتير أشخاص بنسح ورين باستعمال البطاقات المشحوني بالشراء من خلال الإنترنت ديبت كارد اللي اسمها اللي أنا بعبيها بعبيها بمبلغ معين هاي طريقة اللي إحنا نخفف عملية الصرقة إذا أنا عبيتها بإكس مبلغ فاللي بسرقوه المكسم اللي بسرقوه لحد الإكس المبلغ اللي أنا عبيته بينما في الكريدت كارد في عنده الإمكانية يسحبوا عليها قداش موجودة عندي في قداش البنك أو قداش الشركة اللي عطتني الكريدت كارد أو البطاقة الاعتماد عطتني هاي الإمكانية إمكانية الثانية كمان ممكن شوية صغيرة كمان نخفف عملية الصرقة هو نستعمال البايبال اللي فيها أنا بحط رقم الكريدت كارد مرة واحدة عند بايبال وعملية الشرقة بتكون بس مجرد أن أحط الرقم السري في بايبال فهي بتخفف شوية صغيرة أو بتزيد شوية صغيرة من درجة الأمل الموجودة عندي بالمشتريات على الأونلاين حلو حلو وهيكا والسؤال الأخير ريم حاول أنه كيف أنا بإمكاني اليوم كمستهلك أعرف إذا فعلا هاي نسبة التخفيض هي نسبة تستحق أني أشتري القطعة ووينت بعرف أنه لا يعني من الفتعة كتير محلات بيكون مكتوب لك أنه على هذا وهذا في عندك 30 بالمية على هذا وهذا عندك 40 بالمية إفحص السعر مع كل واحد في اليوم حاتف ذكي فيه آلة حاسبة إفحص السعر ما تستنوا أو ما تستكفوا بس بالنسبة إفحصوا إسألوا قداش السعر النهائي بعد التخفيض اللي بدك تكون عليه كمان بعد ما تأخذ بعن الاعتبار كل التكاليف الإضافية اللي مشوا بخبرينك عنها يعني أنت شفت بس سعر السلعة بس إذا حكينا أنه في عندك أسعار إضافية أو تكاليف إضافية بحاجة تخدها بعن الاعتبار لازم تحسبها عملية المقارنة سعتها أنه أشتري هذا أو أشتري اثنين وحاشتك مواما رفادي ميزانيته هي أهم إشي إذا أنا مش عارف شو ميزانيته بتسمح لي فكل المشتريات كيف حكيت هي مشتريات عاطفية لما أنا بدا أقعد بدأ أطلع تحدد مرة بالسنة مش كل يوم ممكن نعملها تغييرات بفترات معينة ولكن الميزانية مفروضة تكون مفهومة معروفة لعائلة قديش إحنا نصرف على ملابس للعائلة بكل فترات السنة فإذا إحنا تخطينا عن الميزانية وإجا البلاك فرايدي وفي عندنا تنزيلات وفي عندنا أسعار بحاجة نعرف قديش المتبقي عندنا اللي إحنا بنقدر نصرفه على ميزانية الملابس طبعا هذا الإشي بشمل كل التكاليف إن كان كمان اليوم واليوم هاي نقطة كتير مهمة لأن الولاد اليوم جيلي اليوم كتير متطلب فيها كل الكاجد الصغيرة الولاد بطلبوها يعني بيشتروا بخمسة دولار عن طريق الإنترنت والأهل بعطوهم الكريزيت كارد تبعهم يعني بسلموهم الكريزيت كارد حتى يشتروا هاي الأمور بحاجة الأهل ينتبهوا لا وين أولادهم عم بيشتروا شو عم بيشتروا وكل موضوع مدخول الأولاد لما بعطوهم احنا متسميه مصروف أنا بغير تسميته ومش مصروف الأولاد إنما مدخول الأولاد لازم الأهل يخطوا الميزانية اللي بعطوها لابنهم أو بنتهم المدخول كمان يخطوا بأن اعتبار طلبات الأولاد اللي عم بتكون عن طريق الأونلاين مش عن طريق أعطيني من هون خمسة ومن هون عشرة حلو حلو كتير بفكر هاي المعلومات وغيرها من المعلومات كمان بإمكاننا نعرفها بـ 13-12 2017 بالورشة أو الدورة اللي راح حيكت تبدأ فيها ريم توفير وتخطيط مالي شامل بدنا تفاصيل حول هذا الموضوع الدورة اللي راح أعرضها وهي فرصة راح أعطيها لمجموعة من أصحاب وصحابات المصالح مش للإدارة البيتية نعم أصحاب المصالح عنوانها أنا سواء مصرياتي فكل واحد بده يتعلم كيف يسوء المصاري ويسوء مصلحته من ناحية مالية عنده إمكانية بدورة أصيرة من يومين 13-12 و10 واحد اللي هون يومين مكتفات اللي يحصل على كل المعلومات اللي بتأهله يعني يدير مصلحته بشكل سليم من ناحية مالية طبعا ويوصل لحرية مالية حلو حلو كتير فإذن إحنا هيك بانتظار تفاصيل عن هاي الدورة ريم وبإمكان كل شخصك معني يتواصل معك عبر صفحتك على فيسبوك ريم خلف ريم خلف الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لحضورك وفعلا استفدنا من كل المعلومات اللي زودتنا فيها حول كل ما يتعلق بالتنزلات والتخفضات اللي بتغرينا وكيف ما نكونيش عاطفيين شكرا مشتريات ذكية مشتريات ذكية شكرا ريم خلف ومن موضوع البلاك فرايدي ومحاولة أن نكون أدكياء بالمشتريات راح نطلع على فاصل وبعد الفاصل سنتحدث عن يوم 25 نوفمبر يوم السبت الماضي اللي كان عبارة عن اليوم العالمي المناهضة العنف ضد المرأة وهناك تقرير جديد صدر عن جمعية نساء ضد العنف وفيه مجموعة كبيرة من المعلومات والأرقام سنتحدث عنها بعض الفاصل مع روزان بشرات خليكم معنا وعدنا لمتابعة المشوار بالجزء التالي وكما ذكرت راح نتطرق بهذا الجزء إلى اليوم العالمي المكافحة العنف ضد المرأة يلي صادف يوم السبت الماضي 25 نوفمبر وطبعا صدر عن جمعية نساء ضد العنف تقرير سنوي من قبل اتحاد مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي بلجنة النهود بمكانة المرأة في الكنيسة برئاسة عدو الكنيسة عيدة تومة بحيث أشارت الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 15% من التوجهات التي وصلت إلى مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي خلال عام 2016 وأكتر من 88% من الاعتداءات الجنسية من قبل أشخاص معروفين للضحية فإذن هذا التقرير سوف ندخل أكتر بتفاصيله مع كل الأرقام الموجودة عندي هون مع روزان بشارات العامل الاجتماعي بجمعي السادة ضد العنف أهلا بسهلا فيك روزان أهلا فعلي روزان 25 11 هو اليوم العالمي المناهضة العنف ضد المرأة إذا تعطيناك شوية نبدي عن هذا اليوم وكيف بدأ وليش اختاره بالأخص هذا التاريخ حلو هيك 25 11 هو اليوم العالمي لمنهضة العنف ضد النساء بهذا اليوم هيك ليش بـ 25 11 ليش ليش يوم تاني بيكون هذا اليوم العالمي لمنهضة العنف ضد النساء بـ 25 11 ده تم اغتيال ثلاث خوات اللي هن الخوات ميرابال هذول الخوات كانوا نساء اللي هن ناشطات أسسوا حركة كانوا عيشات بالدومينانك تحت سيطرة الدكتاتور رفائل وكانوا كل الوقت يعني بيمارس عليهم سياسة قمع سياسة تميز سياسة عنصرية ودكتاتورية كثير كبيرة فهذول النساء بحادثة مرة كانوا موجودات هذول النساء بمحل معين بأمسية وبهاي الأمسية كان موجود كمان هذا الدكتاتور هنا كانوا من طبقة متوسطة وكانوا كمان مقربات من يعني نساء اللي هن ناشطات فهذا الدكتاتور رفائل تحرش بواحدة من هن وهي غضبات وحاولت انها تعبر عن هذا العنف اللي تعرضت له وما كانش فيه اي نتيجة اي تعامل فلما روحة قررت هي واخوات هذول التلاتة ميرابال انه يعملوا حركة وهذه الحركة عملوها ضد المعارضة ضد الحكم الدكتاتور اللي موجود وقالوا احنا بدنا نطور احنا بدنا يكون فيه ديمقراطية بدنا يكون فيه عدالة بدنا يكون فيه انسانية ودفعوا ثمن هذول النساء التلاتة لانه انقرروا انه بدوا يعيشوا بسلام وامان بدهم ياخدوا حقهن لهذا الحق للأسف انه احنا هو حق اساسي مفروض ولد معنا بس احنا كتير منتعب عشان نطلب ومرات ياخد معنا جهد كتير فطالبوا انه بدهم ياخدوا هذا حقهن وخلال هاي المطالبة كل الوقت وخلال فعاليتهن بهاي الحركة تاعتهن تقرر الدكتاتور هذا انه يحبس بالسجن فبعد ما اعتقلوا قعدوا فترة معتقلات بعد بشهرين ثلاث طلعهن وفجأة وبعدين كشف انه انه هذا الانسان دكتاتور قبل من فوت بالتفاصيل التفاصيل التقرير اللي فعلا فيه ارقام متيرة كتير للجدر رزان برح بالصدفي كنت موجود ب احد المناسبات الاجتماعية وهيك كان بجنبي قاعد بشخص بلسنا نتناقش انا وياه فحكالي انه كتير هم تحكوا على كل موضوع قضايا المرأة والاعتداء على المرأة وانه المرأة لازم تحصل على الحرية المطلقة وما الى ذلك طب شو مع الرجل احنا كمان يعتدى علينا احنا كمان بتم التحرش فينا اليوم في كتير نساء تعتدي على الرجال يعني عن جد اخدت هاي المادة بعين الاعتبار رزان وقلت بما انه بكرة يعني اليوم رح تكون وجودة عندي رزان بدي اطرح لي هذا اول سؤال ولا ومثير الاهتمام فادي لانه كمان اشي صار معي قبل يومين بـ 24-11 كان في كنا بالبيق عاملين كشك بمناسبة مناهضة العنف ضد النساء وحطين كشك ومحكتوب انه مناهضة العنف ضد النساء ومركز المساعدة واحنا هنا من اجلك وهيك حطين دخان ومكتوب اشارة كبيرة نساء ضد العنف تعرف مين اكتر ناس اللي سألت وتوجهات ولا قليل جدا كانوا فتيات ونساء اغلب الاشخاص اللي توجهوا على هاي القارمة الكبيرة اللي اسمها نساء ضد العنف رجال وشباب وكان هيك للحظة هيك قعدت افكر كنت انا متطوعات قعدت افكر بقول لهم يعني عادنا نتناقش مثير للاهتمام ليش الشباب اللي عم تتجرأ وتيجي تسأل على قضايا لهم ضد النساء والنساء شاب بتوجهوا فقلنا بدنا احنا نبادر نجاب نسأل نحكي مع النساء ونسألهم ونلف بالبيك ففرنا وما كنا نيجو نعطي الامرأة نقول لها هذا المركز هو بعضي خدمات للنساء المعنفات كانت تنقذ الامرأة كانت تقول يي كيف بدك احطها هاي الورقة معاي بدك جوزة يشوف انه انا يعني اكيد راح راح يشك فيي ايش بدك يقولوا عني انه انا ماسك هيك ورقة لا لا بديش امسك بديش يعني في خوف للنساء انه هن يتوجهوا لهاي المراسل اليوم يعني روزاني اليوم انت كان صبية ناشطة في جمعي تساء ضد العنف وبكل ما يتعلق بالقضايا النسائية والنسوية لما بتسمعي نساء بمجتمعنا عندها هاي ردة الفعل انت صبية اللي كلك موجودة بهذا العالم شو بتفكري شو بتحسي فادي يعني 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 بنفعش ننفي احنا الدائرة اللي موجودين فيها بمجتمعنا بنفعش ننفي التربية اللي تدوتت جواتنا كل الوقت وتعلمنا وتربينا حسبها المجتمع هذا اللي بعطي كل الوقت هاي الكوة للرجل او الكوة للذكر او بعطيه انه يسأل وهو يستفسر يعني مثلا كان فيه خلال الكشك اجو قالونا لا تفتحوش جمعية للرجال ضد العنف قلتني اذا فيه عن جد جمعية للرجال ضد العنف الرجال بتوجهوا على الجمعية فكراك الرجال ممكن انه يروحوا على جمعية وكانوا هذا الايقل الرجولي بالضبط فانه فيه المجتمع حاطة نماذج معين للامرأة او للرجل وكمان زي ما يعني زي ما الرجل بالنسبة له انه شو انا اروح على انا رجل معنف انا بقبل انه اكون رجل معنف يعني من خلال عملي فيه كتير مرات ممكن انه يتوجهوا النساء اللي يكون فيه حل انه يكون هي والزوج انه يروحوا على علاج زوجي ولكن الزوج دائما برفض برفض انه يروح حتى على استشارة يعني هاي هيك مادة للتفكير بتوخدنا يمكن عن جد لنعمل موضوع حول هذا الموضوع رزان خلينا نروح الى التقرير يلي اصدرت جمعية نساء ضد العنف ضد العنف تشير رحصائيات الى زيادة بنسبة 15% من التوجهات التي وصلت الى مراكز معروفين للمعتداء عليها الاحصائيات العنف تشير لانه خلال عام 2016 توجهنا وتوجهوا 47901 توجه هناك زيادة بنسبة 34% بالخمسة سنوات الاخيرة وزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام 2015 39% من كل التوجه لمراكز المساعدة الاعتداء تم داخل العائلة وبنسبة 60% من التوجهات التي وصلت الضحية قاصر 90.5% من التوجهات لمراكز المساعدة كان المعتدى عليها امرأة وتسعة ونص من التوجهات للمراكز كانت من قبل رجال تعرضوا لاعتداء كما وتشير الاحصائيات ان نسبة 28% من المعتدين هم افراد داخل العائلة 9.6% الزوج 23% الاصدقاء الجيران والمعارف نسبة 15.5% تعرضنا او تعرضوا للاعتداء داخل العمل ايضا اكثر من 70% من الاعتداءات لغاية جيل 12 كانت من قبل افراد العائلة اب ام اخ اخت قريب وآخر معطيات التقرير تعكس وتدمج توجهات 9 مراكز مساعدة للحد من العنف الجنسي الشرطة النيابة العامة وغيرها تم عرضهن اليوم في لجنة مكانة المرأة في الكنيسة مهم الذكر انه في عام 2016 تم فتح 5686 ملف جرائم جنسية بالشرطة وتم تقديم 645 لائحة اتهام في النيابة العامة فقط 20% من نتائج التقرير تقر على ان التوجهات تعكس اعتداءات جنسية حدثت منذ 10 سنوات واكتر يعني انا بدأ اسمع مزعج جدا ومستفز جدا وبتوصل للمرحلة مرات بتقولي انه احنا في 2017 النشاط النسوي عم بيكون اكتر التوعي لكل قضايا العنف ضد النساء عم بتكون اكتر التوجه للنساء عم بيكون بكل محل حاول انه تعرف شو الها وشو عليها ولكن للأسر تتفاجأ بانه تعرف شو فادي انه انت عم تكرأ الارقام وانا عم بمرؤ هيك شريط كل النساء اللي عم بتوجهوا على الخط اصواتهم نظرتهم للامور قداش باخد معاهن مرات وقت انه يحاولوا انه يطلعوا من المحل اللي هني موجودين فيه قداش مرات الدكتاتور بس تعرف قداش هاي التوجهات بتعكس توجهات تسع مراكز ولكن بمركز المساعدي كمان بسنة الالفين وستعشر اللي هو المركز الوحيد العربي التابع لهاي المراكز بالاتحاد فكمان كانت النسبة ستة وخمسين بالمية كمان داخل البيت اللي من ضمنها تلاتة وثلاتين من الزوج وثلاتة وعشرين من الأبو وداخل العائل الأبو الأخ العام موجود بقلب البيوت اليوم بنسبة ستة وخمسين بالمية وبنسبة تسعين بالمية كمان كانت الاعتداءات لأشخاص معروفة فرفقيل هو هذا الدكتاتور اللي عم بحاول يأخذ الحرية ويأخذ أن المرأة تعيش بحريتها وبكرامتها هذا موجود وكمان المجتمع بغتال بغتال مرات بالحكي المزعج للامرأة نفسها بغتال بأنه هاي أبصر وين راحت هاي أبصر وين أجات إذا أمرأة كانت مطلقة يعني هو صح إحنا عم نحكي على الاعتداءات الجنسية ولكن فيه عنف نفسه اللي هو موجود اللي إحنا كمان يعني زي كنه مفهوم ضمننا إنه آه مطلقة راحت وتأخرت عانس عزباء يعني فيه كتير مصطلحات اللي إحنا بنستخدمها مرات بمجتمعنا وعن جد لازم أن يتصلت الدوء عليها عندي سؤال رزاني اليوم لما بتتوجه أي امرأة لا خط المساعدة هل بكفي إنها ترفع سماعة التليفون وتحكي مشكلتها وتسكر التليفون وزي ما بحكوا خلص الموضوع ويلا نيكست اللي ورا ولا وقديش فادي مهم إنها ترفع خط التليفون ولا وقديش بعطيها بتعرف أنت شو مرات يعني كل واحد هكي تخير بينه بين حال والسر اللي هو ما قدرش إنه يحكي ولا مرة لحدة كان مهدد إنه يحكي كان خايف كان مارئ صدمي ردات الفعل عادة فيه ثلاث ردات فعل اللي أي إنسان ممكن إنه يعني ينصدم فيه اللي هنه fight flight أو freeze صدمة أو هروب أو مواجهة محاربة فهي الثلاث ردات فعل هي ردات فعل طبيعية لكل إنسان ممكن إنه يواجه عادة بالإعتداءات الجنسية بتصير صدمة فعشان هيك بأخذ مرات مع الإمرأة وقت إنها تحكي فمجرد إنه هذا السر اللي كل الوقت هي مش عم تحكيه لحدا وهي بترينع خط الطوارئ وبتحكي بسرية تامة بالأساس الهدف هو إنه تحكي كل إشي هي عم تمرق فيها وتأخذ دعم تأخذ استشارة تعرف إيش فيه خدمات بالمجتمع لأنه مرات المعرفة بتشكل قوة بتخليها تشوف هيك المصار لقدام إيش ممكن تساوي يعني بتفكري إنه هاي نقطة الانطلاق ومجرد إنه ترفع الخط وتحكي السؤال لما أنا بدأجي أكمل مع هاي الضحية اليوم أنا كمؤسسة أو كجمعية أو كعاملة اجتماعية أو كأي جهة اللي الضحية اللي تجأت لإلي كيف بتكون التكملة وقداش بتكون سهلة وقداش بيكون سهلة إنه هاي الضحية اللي عم تتصل بتاع نسميها متخفي نوعا ما بسبب أو لآخر كيف بدأ أكمل معها أنا هذا المسار فهذا هيك إحنا يعني الشغل هو بيكون بأكتر من مؤسسة وهذا مرات هيك بدأ أكون كتير حقيقية وواقعية لأنه مرات كتير النساء أو الفتيات لأنه شغل المؤسسات بأكتر من مؤسسة مرات كتير هيك بتحس أنه الإشياء مش عن جدعم تأخذ حقها على الآخر ولكن بمرافقتنا إحنا لضحايا الاعتداءات الجنسية منحس أنه بمرافقتنا معاهن بتأخذ الإمرأة قوة إنه في حدا معاهن مش لحالها من إمرأة إلى إمرأة هيك بعطيها قوة إنها تباشر في عدة خدمات ممكن أنه تحس يعني خلال المحادثة ممكن المحادثة تكمل مش مكالمة واحدة تحس الإمرأة إنه هي اليوم جاهزة لعلاج نفسي تحس إنه هي جاهزة إنها تقدم شكوى بالشرطة تحس إنه هي بحاجة لخدمة معين أو لاستجارة هي وجوزها تحس إنه هي يعني في أكتر من خدمة اللي إحنا ممكن إننا نقدمها بمركز المساعدة بس بالأساس لما بتوصل الإمرأة لمحل إنه هي عم تعرف إيش ممكن إنها تساوي وبتحكي بسرية تامة على الأمور اللي هي موجودة فهذا إشي بعطيها راحة وهذا الإشي اللي نعكس لما حطينا دخان بالبيق لما حطينا الكوشك يعني عادة النساء بتوجهوا بيحكوا تليفونات فليش اليوم في ردة الفعل اللي هي بعيدة كل موضوع المجتمع عن جدة جستات بهذا الكوشك اللي إحنا حطينا ليكي كمان موضوع إنه يعني هذا الكشك موجود في الحيز العام وإذا بدي أتوجه له أنا كأمرأة بدي أطلع مين شايفني إن أنا واقفع هذا الكشك اللي مكتوب عليه النساء ضد العن شوفي لأ جوازها بتعدى عليها لأ دقيني كمان هاي النظرة إحنا بعدنا مش قادرين نتلعون منها وبرجع وبكرر سؤالي رزاني اللي دايما بسأله كل ما بنطرح موضوع متعلق بالاعتداء ضد النساء رغم كل التوعية ورغم كل المعلومات ورغم كل الانكشاف للنساء و للرجال وحتى هاي المعطيات اللي عم نحكي فيها بعد في يعني استهتار بهذا الموضوع بعد إنه أنا بدي أخب بعد إنه أنا بديش أحكي بعد إنه أنا بديش أكشف بعد إنه أنا بخاف شو جارتي بدأ تحكي عني إذا سمعتني أنا تشكيت على جوزي يعني شوي هيك دايما بقول إنه إحنا موجودين بفجوة في هذا التقدم اللي عن جد ممكن إنه يتقدم وفيه اللي تأخر يعني فيها هاي الفجوة اللي عن جدها كل الوقت ماشي ولكن دايما فيه إيمان بالتغيير المجتمع لأنه التغيير هو سيرورة كتير طويلة هو بيسرش بيوم وليلة والهيك بدي أحكي لك فادي كنت هيك فيه معطل 5686 شكوى قدمت للشرطة هذا اللي حتى تعليق سنجوم عشان نحكي فيه كمال إنه هذا مهم تم فتح 5686 ملاث جرائم جنسية بالشرطة وتم تقديم 645 لا أحد اتهام بنياب العامة فقط بالمركز المساعدة اللي هو واحد من ضمن هاي الإحصائيات كانوا فيه نساء اللي هن تقريبا 282% من النساء اللي ما أدموا شكوى بالشرطة ولكن بمرافقته اللي بدأ أجيب اليوم هيك شوي من خلال تجربتي بمرافقة النساء على الشرطة بمرافقة هاتفية يعني بعد ما تعرضت لا اعتداء بالشرطة يعني 18% نقول اللي هني توجهوا للشرطة ما منعرف ما معنا إحصائيات دقيقة قديش نفتحها وعيش اللي كملوا اللي كملوا ولكن فيه توجه أنا ما بنسها يا فادي اللي بحكي على امرأة اللي هي كتير عانت بحياتها كانت عايش بظروف كتير صعبة بالبيت تجوزت بجيل كتير مبكر كمان تجوزت لأنه كانت عندهم ضائقة بالبيت كانت في ضائقة مالية معطيش شرعية ولكن هذا الوضع اللي كان قائم كان الوضع كتير المادي سعب فأجأ أجأ إنسان على البيت فقالوا لها إخوتها هذا الإنسان أنت بديك تتجوزي أحمل شنتك وروحي حملت شنتتها وراحة تتجوزت وكان عمرها 14 سنة ما كان عندها معلومات ما بتعرف إشي بتذكر جملتها قالتلي أنا بفكرة حالي كنت ألعب بيت بيوت قالتلي اليوم هي يعني يعني كبيرة فقالتلي أنا كنت بفكرة حالي بقى بلعب بيت بيوت يعني شو 14 سنة بدي أتجوز أنا استصحيت لأنه أنا تجوزت 14 سنة بتقول لي كنت مفكرة يعني بجيبلي وردة بطلع معه بالسيارة بنحط غنانة بدي أطبخ بدي أرتب البيت يعني هذا هذا التفكير اللي كان فيه ما كنت أعرف كل هاي الأمور يعني فكاننا إلها كتير سعب فعانت عانت اقتصاب عانت اعتداء عانت عون فعاشت بقوضة مع أولاد كتير وقررت بعدين أنه بعد كل هاي المعانا قررت أنه هي بدها تطلع بدها تقدم شكوى بدها تعيش بمحل آمن فكان في عليها كتير خطر فهي توجهت لمحلات اللي هي آمنة وراحة تتقدم شكوى وهي تقدم شكوى كان كمان في حدا اللي مقدم عليها شكوى معاملة الشرطة الحال النفسي اللي فاتت فيها لأنها دعست على الشرطة كانت كتير 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 صعبة وهاي من خلال جلستي معها بعدين وشفتها بطريقة مباشرة قداش كان عليها صعب من ناحية نفسية من ناحية جسدية حاولوا كمان يأزوها حاولوا بالشرطة بالشرطة نفسها لحظة هي رايحة تقدم شكوى وكان من قبل مقدم شكوى لإلها ضدها ولا هي مقدم شكوى ضدها يعني هي كانت عم بتقدم وكان كمان مقدم كمان كان الاشي مش عادل يعني الشكوى اللي تقدمت ضدها مكناتش عادل ولكن كان التعامل من قبل الشرطة كان تعامل كتير مهين كمان كان فيه فرد هاي السيطرة عليها كامرأة التعامل كان بذيء مصطلحات كتير سعبة يا فادي مصطلحات كتير سعبة اللي هي كمان اتعرضت لها يعني مرأة 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 يمكن أكتر من الصدمات اللي مرأتها بمراكز الشرطة اليوم سؤال روزان فيه نساء شرطيات أو محققات اللي هن بيهتموا بقضايا النساء لأنه بطبعة الحال يعني المرأة بيكون أهوى لإلها إنها يعني بتكون أكتر هيك منسابة أو يعني أكتر مرتاحة مع امرأة إن كانت محققة أو شرطية فيه توفير هاي الخدمة مراكز الشرطة طبعا من حقها من حقها ولكن مش دايما يتوفر يعني من حقها إنه تكون فيه محققة باللغة العربية باللغة العربية كمان من حقها تطلب لغتها من حقها تكون فيه محققة من حقها إنه كمان تسكر الباب وما يكونش فيه حدا موجود بالغرفة نفسها إحنا كمركز مساعدة بحقلنا إنه إحنا نرافق أهل المرأة وهذا مشروع المرافقة اللي هو بسنة الـ 2001 بلش اللي إحنا بنقدر نرافق النساء والفتيات الممرؤية الدقات جنسية بقلب التحقيق نفسه كمان بقلب المحكم وهذا شو بيساعدهن كتير كتير بيساعدهن بساعدهن إنه فيه حدا معك وفيه حدا فاهم عليك مراتي فيه مصطلحات اللي الإمرأة عن غير أصد يمكن بتحكيها مش من محل إنه هي يعني من محل يمكن إنه مش فاهم الصورة على الآخر كاملة أو بالمصطلحات اللي لازم تحكيها الدقيقة فمثل يعني مثل مثلا استعمال اغتصاب أو اعتداء يعني هذول الكلمات أو غصب عني هذول الكلمات مرات بيكون يعني مرات بيكون مهم إنه النساء يحكوها أو يترحوها حالو السؤال الآخر رزامي بأنك ذكرت إنه أحيانا يعني النساء بمراكز الشرطة بتمر كمان أزمة أو بتمر كمان تفاصيل مش كتير لطيفة تختلف المعاملة بمركز بمراكز الشرطة للمرأة العربية عن المرأة اليهودية كمان هذا سؤال يسأل لأنه دائما بيقولوا أو كأنه فيه هيك طبعة على دولة إسرائيل إنه هي دولة مع النساء ودولة تنصف النساء يعني وإذا هناك امرأة بتوصل بمركز الشرطة بتحكي أنه تم الاعتداء عليها ما بتانوا منهن يعتقلوا الرجل كمان هاي مواضيع مهم نعرف لأي مدهي دقيقة يعني فهذا شئنا أم أبينا إحنا موجودين بمجتمع موجودين بأقلية موجودين بالداخل لعننا هوية مشتتة يعني هذا إشي اللي هو عن جد موجود يعني هويتنا هي مشتتة إحنا كفلسطينيين في أقلية فلسطينية الداخل عندنا هويتنا مشتتة والنساء هني بيعانوا من عنف أكبر وأكبر وأكبر كون هن موجودين بهاي الدولة العنف اللي يمارس يعني كل صفات القاهر كونه موجودين بهاي الدولة في صفات القاهر اللي بتحس أن الرجل بأخذها وبيمارسها يعني صفات القاهر بأخذها وبيمارسها على الامرأة ومرات كتير كمان المجتمع الذكوري في عنده قهر للنساء نفسهم فالمرأة بتعاني من هذا التمييز اللي هو ثلاث الأبعاد عليها فأكيد فيه تمييز أكيد فيه فرق بين الامرأة اليهودية والامرأة العربية لما بتقدم للشكوى تنساش انه الامرأة العربية اللغة مش لغتها الشرطة بتذكرها بكتير أمور تانية يعني هي نفس الشرطة اللي بتذكر بالمظاهرات واللي بتيجي بتحبس واللي بتعمل في الحملة العالمية أو الترند العالمي خلينا نسميه ميتو يلي انطلقت وهيك أعطت النساء حرية أكتر لأنه تيجي وتقول إنه أنا أيضا تم الاعتداء علي ويبل شوي كيفتحوا كل الملفات السؤال ديش بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل هناك نساء تماهت مع هاي الحبلي هناك نساء جتحكت وأنا أيضا يعني هي حملة ميتو كان لها صدق كتير كتير هيك قوي بس بفكر إنه يعني كل موضوع الكوش كلها حكيت عنه عنه بالبقى إنه عنجد كان في صعوبة معينة للنساء أو للفتيات اللي بمروعة الداجنسي إنه عنجد يحكوا أو يحكوا بالتفاصيل ويتوجهوا ويحكوا إنه أنا كمان أيضا كونه موجودين بالمجتمع يعني أكيد مش راح المجتمع يتقبل فكرة ميتو بطريقة اللي هي إنه من حقها الإمرأة إنها تحكي عن تحرش اللي هي مرأته يعني فكان في هيك كان في شوية تخوفات كان في شوية تخوفات من الحملة نفسها بس هي حملة اللي هي عكسة يعني رفعت وعي يعني أعطت أعطت للمجتمع العام إنه يشوف إنه ميتو كل النساء إذا نحكي على إمرأة واحدة من كل كل واحدة بتمرؤ تحرش بحياتها أنا متأمل إنه هيك رزان التقرير القادم يكون فيه معطيات مبشرة أكتر بالخير ونحاول نتغلب عن عجل على كل هاي الأرقام أنا أبدأ أشكرك جزيل أشكر على حضورك أعطيك ألف عافية بجمعية نساء ضد العنف وطبعا إلى كل النساء العاملات من أجل رفع الوعي لكل ما يتعلق بمناهدة العنف ضد النساء شكرا كتير لتعاونكم الدائم معنا رزان كجمعية نساء ضد العنف ويعطيك ألف عافية بدنا نحكي بس عن خط الطوارئ ورقم خط الطوارئ وطريقة التواصل مع الخط أبل خط الطوارئ بس فاد هيك بدي أقول لك عن جد البرنامج ودائما هذا المحل اللي أنت بتتيحه كمان يعني أنت جزء من النضال ومن النشاط ومن العطاء هذا لرفع الوعي وعن جد للتغيير بمجتمعنا هذا واجبنا يعني هذا أقل واجب هذا رائع بدي بس كمان أحكي بيوم نهضة العمد النساء فيه نساء وفيه فتيات اللي هني بيناهضوا 24 ساعة 24 ساعة اللي هني المتطوعات مركز المساعدة فيه كمان نساء وفتيات وكمان رجال وكمان شباب وصبايا اللي هني يمكن مش طالعين على التلفزيون أو مش عم بحكوا عن هذا العالم ولكن هني فعالين للدرجة الأولى بعطاء بعلاقة مباشرة مع النساء نفسهن وطبعا بدي أحكي لكل أمر أنت مش لحالك إحنا معك في خط المركز اللي هو 046566813 بسرية تام استشارة الدعاء حلو شكرا رزان اسمحي لي كمان لأن زميلتنا نرمين هيك عطردت بالكنترول نرمين مهتم دائما إنه تتطرك لكل هاي القضايا المتعلقة من النساء شكرا رزان بسراتي يعطيك ألف عافية قبل الختام يعني ما زلنا في نفس الموضوع وإلى خبر هيك حاول نساهم بقضية الاختفاء الشابي هويدا طلالقة من سكان اللقية صدر يوم أمس في بيان عن الشرطة أفادت الشرطة عن الاستمرار عفوا بالتحقيق بالتفاصيل المتعلقة باختفاء الشابي هويدا طلالقة من سكان اللقية في النقب بتاريخ سبعة سبعة الماضي وبناء على طلب الشرطة أصدرت محكمة بئر السبع أمر بتقليص أمر حضر النشر الساري حول تفاصيل الشابة وسمحت بنشر صورة المفقودة الشابي هويدا وذلك عقب مستجدات ملموسة طرأت خلال التحقيق في ملف القضية وطبعا نحن ننشر الصورة عبر الشاشي على أمل أن كل شخص عنده معلومات عن الشابي هويدا طلالقة من سكان قرية اللقية في النقب يحاول يعني يساهم بإخبار الشرطة أو إخبار أي جهة ممكن أنها تساعد بالعطور على هويدا ونأمل يعني أن يتم إيجاد هويدا بأتم الصحة والعافي فإذن كان لابد من الوقوف عند هذا الموضوع ولهون وصلنا إلى ختام حلقة شو البلد لهذا المساء ما تنسوا تابعونا عبر صفحاتنا المختلفة بمواقع التواصل الاجتماع أيضا عبر قناتنا على يوتيوب وموقعنا الرسمي عبر الإنترنت مصوات اشتركوا في القناة